اهلا بحضركم من جديد والحديث عن اخبار الاهلي والاستعداد للقاء السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر حتى الان طيب اخبار المراني النهاردة كان فيه تدريب صباحي للفريق استعدادا للقاء السوبر وطبعا الجهاز الفن بقيادة الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني ابتدى بقى يغير خطة العمل في الفترة اللي جاية بعد ما كان هستعد للقاء اي فيتشار وبيراميدز اصبح حاليا الاستعداد للمواجهة الافريقية وده بالطبع بيتطلب استعدادات مختلفة وتحضير مختلف للمباراة القادمة النهاردة كان فيه مران وجلسة تدريبية في اللجيم قبل انتراك المران الجماعي اللي اقيم زهر السلساء على ملعب التيتش بي جزيرة مدة التدريب البدني المكسف في اللجيم كان حوالي 40 دقيقة وده كان في اطار برنامج اعداد اللاعبين بعد الراحة اللي عادوا منها امس وكانت راحة حوالي 10 ايام راحة سلبية عقب توقف المسابقة بيتسو مسماني كمان كان حريص على عقدة محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الحديث عن اهمية المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الافريقي كمان النهاردة كان فيه تأسيمة سلسية قوية وتدريبات خططية بالنسبة لللاعبين ودي كانت مدتها 45 دقيقة شهدت حماس كبير جدا من اللاعبين وكان الجهاز الفني بيدي فيها بعض التدريبات الخططية والجمل الفنية المحددة بالمناسبة لو تاخدوا بالكو بيتسو حتى لو بيغاية طريقة لعب او بينفذ طريقة لعب بيعملها حتى لو اللاعبة الدولية موجودة مع المنتخب وده حصل لما جيه طبق طريقة 3-4-3 في الفترة السابقة وكان منتخبنا الوطري بيستعد للتصفيرات افريقيا وكان فيه غياب عدد كبير جدا من اللاعبين الفكرة نبيتسو بيشغل المجموعة اللي معها لأي طريقة لعب او طريقة لعبه معينة لغاية لما تكتمل الصفوف لانه هو ما بيبقاش ضامن إلا هيحصل بكرة هل اللاعبة اللي هترجع من المنتخب لقدر الله فيها أصابه ولا لأ فبيشتغل على اللي موجود قدامه طيب النهاردة كمان كان فيه تصعيد اكثر من اللاعب من قطاع الناشئين شاركوا في المرال لتعويض عدد الغيابات اللي موجودة في صفوف الفري الأول لو اتكلم على الأسامي مثلا النهاردة كان فيه تصعيد ليوسف صديق لجلال لأحمد أشرف كمان فيه تلك لعيبة محترفة في التشيك لسه طبعا ما خدوش إذن السفر خلال الفترة اللي جاي فالنهاردة انضموا ليه التدريبات الجمعية وفي ظل غياب الدوليين كمان النهاردة كان فيه أربعة من اللاعب الأهلي اللي انضموا للمنتخب الأولمبي اللي بدأ معسكره مع الكابتن شاوي غريب مغربي وأشرف وحمز علاء وأحمد نبيل كوكا طيب حراس المرمى قدامكم كان على الشاشة تدريبات حراس المرمى مع ميشيل ينكون وكان تدريب بدني وفني وكان تدريب قوي للحراس اللي كانوا موجودين معاه والنهاردة كمان تم تصعيد حارسي مرمى الشباب محمد أشرف موليد 2001 ومصطفى مخلوف موليد 2003 وكانوا موجودين مع علي لطفي ومصطفى شبير وزا ما لتلكوا طبعا لأن حامز علاء مع المنتخب الأولمبي الشناوي مع منتخبنا الوطني والنهاردة نتمنى له التوفيق إن شاء الله في مباراته أمام الجزائر طيب أروح بقى الخبرين مهمين جدا لأن الناس كلها قلقنا من إصابة محمد مجدي أفشا وعلي معلول ناخد الكلام الرسمي دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يمكن أجرأ اتصال هاتفي مع دكتور محمد أبو العيلة طبيب منتخبنا الوطني عشان يطمئن على حالة محمد مجدي أفشا دكتور أحمد أبو عبلة قال بعد هذا الاتصال إن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية وهيقضع لبرنامج علاجي وتدريبات استشفائية وهيقضع لفحص طبي آخر بعد 48 ساعة النهاردة أفشا مش هيكون موجود في مباراة الجزائر ونسبة لحاقه بمباراة دوري الثمانية ضائلة مش قوية وده عشان الحفاظ على اللاعب لأن إصابة العضلة الأمامية من الإصابات الرخمة الأمامية والضامة تحديدا ممكن إصابة تكون خادعة تديك إشاعة أو الإشاعة تديك نتيجة إن الإصابة الحمد لله راحت لكن مع أول حام تلاقي في شكة بسيطة ممكن ترجع لك تاني نتمنى الحفاظ على أفشا لأن عندنا استحقاقات مهمة الفترة الجاية وإن شاء الله نتمنى نكون جاهز في المرحلة القادمة بعد مباراة كأس فيفا للعرب وأنا رسالتي من هنا الأفشا يعني حافظ على نفسك ما تدس على نفسك أنا عارف أنك عايز تعمل حاجة مع منتخبنا الوطن كان مهم جدا يعني ما الإصابة ما تتفاقامش لأن عندك أحداث كتيرة الفترة الجاية وخلي دايما عينك على البطولات الكبيرة عندك سوبر إفريقي عندك كأس أمم إفريقيا مع المنتخب وكمان عندك مباراة مهمة جدا مع الأهل في السبر الإفريقي ولسه كأس عالم أندية فمهم جدا ممكن تضحي مباراة أو اتنين في كأس فيفا للعرب لكن طبعا المهمة الأحداث اللي جاية سواء لمنتخبنا الوطني أو حتى للنادي الأهل طيب علي معلول وبرضا علي معلول من اللعبة الناس برضو قال أنا لأن كان تعرض الإصابة في آخر مباراة في الدوري أمام المحلة ومن بعدها لما راح منتخب تونس ما شاركش في أي مباراة من المباراة الثلاثة أو يعني لعب جزء من المباراة الأولى في بداية البطولة لكن ملعبش المباراة الثانية أو الثالثة النهاردة دكتور رحمة دابو عابلة طميننا كمان على حالة معلول وقال أنه تواصل مع طبيب المنتخب التونسي اللي طمينه على حالة معلول وقال له ده فيه إجهاد بس بسيط في العضلة الضمة لكن هيتحسن بشكل مستمر وفيه اختبار طبي النهاردة لعلي معلول عشان يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجامعية خلال الفترة اللي جاية مهم جدا لعبتنا في الفترة اللي جاية تحافظ على نفسها عشان عندها مباراة كبيرة سواء على المستوى الدولي مع المنتخبات أو على المستوى الرسمي مع النادي الأهلي في البطولات اللي جاية خلال الفترة اللي جاية